مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي دي الارانيب والبيوت دي الولادة لان تربية الناس الذين يربيو في التربية الارضية غادي اعياء وغادي حسو راسهم كي اعياء بالنسبة للنظافة اليومية بالنسبة للشطاب وذيك الروائح الكارية اللي كتخليها الارانيب اضافة الى انتشار الامراض كالجرب اذا الاقفاص كما كتشوفو كيرتاحوا الارانيب كيرتاحوا انتم كما كتشوفو فضالت دي الهم كلهم كيتجمعوا يعني في كلهم في في اناء واحد كما كتشوفو انتم ما را اناء واحد هذا كيتجمعوا فيه وكتخلصوا منه من بعد اذا هذه الخطوة الاولى الخطوة التانية يجب البدء بذكر واحد ووجوج انتوات علاش لان المربي منك يكون عاد بادي خصو ياخد تجريبة ماشي ماشي تربية ارانيب هي انني يكون عندي الفلوس ونبدأ يعني بواحد العدد كبير دي الاناث وعدد كبير دي الدكور ونبقى نخلط لا اصدروري في الاول تكون ياخد تجريبة يعني بحاليك هنالي يقوم يتعلم في هذوك جنتوات وذكر يتعلم فيهم يشوف داير كيفاش كيولدو كيفاش كيالتلقيح ديالهم كيفاش الامراض ديالهم يعني اي حاجة يتعلم منهم ثالث حاجة وهي اختيارات صلالات جيدة الناس الذين يصولوني اسموهما الصلالات اللي كانتك فيهما بالنسبة لذاكر ممكن انكم تبدو ب بابيون بابيون مزيان بحال الشكل هذا انتم تبارك الله ادارها داكر انتم هوا هذا شوفوا الشكل دياله اما بالنسبة الانثى فممكن تبدو بالشانشيلا رأة معروفة الشانشيلا ممكن تاخدوها في هذا اللون هذا او احد اللون غري المهم الانثى خاصة تكون شانشيلا والذكر يكون بابيون هادوما يعني اللي خدمت بهم انايا وحسيت بهم حسيت بالراحة فيهم ومن الاحسن بدو بالرومي ما تبدوش بالبلدي ان الرومي كيكبر دغية دغية المنبي غدي حس براسو يعني دغية دغية كييربح يعني غدي يتحمس غيمني يشوف الربح يعني بواحد طريقة مزيانة غدي يتحمس انه يكمل في المشروع كين قادية ديال يجب ان تزود تزود الاقفاص بالعلافات والشرابات كما كتشوفوا معايا هناك دير هادو غيف هادو مرحلة هادو دير غي شرابات عاديين ممكن انكم تديروا شرابات بحال هادو كيكونوا بالحلامات ممكن تشوفوا ممكن تشوفوا واحد تيورا فيترا كل وحدة عند هالحلامة ديالها بغيتوا تديروا طاصة بحال هادي ماشي مشكلة طاصة عادية غيتكون قية مغصولة مزيان من بعد كانت ندوزهم هادو العلافات هادو دير الكبار اذا براني سادع لهم ديلهم غير علافات هانتم مكرم كيكلوا منهم علافات دير صغار هادو صوتهم غير راسي اي علافات ممكن انكم تسعنوا بهم من شق صدير ولا اي حاجة عنهم ممكن انكم تديروا بحال مثل هاد العلافات اذا هادا هادا من جهة نقطة الخامسة وهي يجب شراء السيكاريم والعلف بالجملة يعني شريو خنشة لا تقفش شريو يعني بالكيلو لان بالكيلو يطيح اولا غالي الكيلو يطيح انا نقولكم اتمينة الكيلو يطيح بربعة درهم ونصف كيلك يبيعوتها لخمسة درهم وبالنسبة الخنشة فيها خمسين كيلو تشراء ما بين خمسة وثمين درهم تها تسعين درهم تطيح تقريبا بخمسة وسبعين ريال تقع مرخيصة ما تتقعش بحال إذا شريتوا بالكيلو تشريو بالجملة يطيح لكم القادية الخاصة إذا هدا من جهة القادية ديال مني تشريو شي خنشة ضروري أنكم تخزنوها يعني لفوها بشي ميكا أو لا على حسب الشتاء ما توصلهاش على حسب الرطوبة المهم حاولوا أنكم الطريقة ديال تخزين تكون مزيانة ديال السيكاليم أو ديال العالف الناس غاي سوئين للعالف ممكن أنكم تشريو خنشة ديال ديال عفوا بالة ديال فصة بحال هات شكل هذي درها فصة فصة يامزة ماشي فصة خضراء كي القادية ديال تخزين ديالاتها ممكن أنكم تديروا واحد ميكا تبيرها ممكن أنكم تشريعوا الدورة يعني راكا تباعم فرشة ممكن تشريو الشعير ديال بيزانة دونوا معايات الحويجة دورة الشعير ديال بيزانة مزيان كيف تهم واحد تسمين يعني مزيان الخبز الكارم ممكن أول تأتوى تخزنوه مصر ما يوش خبز كارم وكيعطيهم واحد يعني اللحم كيتزاد من الخبز الكارم لأنه فيه الخميرة كينا عود قضية أخرى وهو يجب أن يكون مكان المخصص للآرانب يعني مهوي ما يكونش مخنوق قد يديروا واحد لبيت ما فيه لاشهر جم لا باب لوه في واحد بيب صغير ورقة تدخلوه وصفية الظلمة لا ضروري أن الأشعة الشمس وصفهم ضروري أنهم يكونوا مهويين باش تذيك الغازات اللي كتكون دي الأنيميا متأثرش عليهم يعني ضروري يكون المكان مهوي كينا قضية أخرى خاص الأرانب يكونوا بعادين على الحيوانات المفترسة كينا لتصالف المشكل دي الحيوانات المفترسة مثل الكلاب عزكم الله حشاكم كينا بالنسبة للقيطات كذلك ممكن أنها تفترس الأرانب الصغار مهم حاولوا أنكم تبعدوا الحيوانات المفترسة على الأرانب ديكم كينا قضية أخرى عند شراء الأرانب يجب أن ما يكونش في أن لا يكون فيهم أرنب واحد يكون فيهم مريض يعني ما يكونش غير واحد يكون مريض بالأحرى يعني ماشي 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 نجيب أنت يقول شي مزيانين ولكن واحد منهم مريض إلا كان واحد منهم مريض كنوا متأكدين أن الأرانب كي يخدوا العدوى وبين هاد الأبرد اللي كتصيبهم يعني منين تكونوا كتشريو شوفوا الأرنب يكونش فيه جارب أول حاجة العدو دي الأرانب هو الجارب ما خاصش يكون فيه شي منطقة خالية من الشعر مثلا جهة نيفو إحدى الرجلين ديولو شي منطقة من الجسم يكون مكسي كله بشعر والعين ديالو ما يكونوش طايحين يعني ما يكونوش يعني ما يكونوش يعني ما يكونوش يعني ما يكونوش المرض آخر وهو الكوكسيديا الكوكسيديا مشي تسمع الكوكسيديا تصحورها معها تسموه المرض لا المرض ديال الكوكسيديا هو إن الكرش ديالو كتكون جارية يعني الفضارات كتكون مشي حب مدور ولكن كتكون على شكل سائل أسود لذلك لكيثوا واحد من هاد الأرانب فيه هاد المرض ما تشريوش هتك القطع لأن نرى هاد المرض كيت عادة كينا نقطة أخرى وهي الأخيرة يعني يجيب اختيار الأرانب في السن ديال ست أشهر يعني ما تجيبوش أرانب صغار بززاف وما تجيبوهمش كبار لا تسولوا المربي كلوش حال عندهم ديال السن يعني غادي يكونوا قربين يولدو انتم ممنين يجيبوهم يعني غيت زوجوهم غادي يكونوا قربين يولدو ما يكونوا صغارين بزاف قل من احنا نقولوا ربع شهور ولا لا يكونوا خمس شهور ماشي مشكيه خمس شهور ونص ماشي مشكيه غي يجلسوا عندكم واحد لمدة وغادي يولدو عندكم غادي يكونوا ولفوا بالمكان وغادي يسبقو لكم ان شاء الله في تربية دياله كينا قضية ديال الأرانب حاولوا أنكم ما تجيبوش الإخوة يعني حاولوا أنكم تشريوهم عند الواحد وتسولوه واشهدوك الأرانب إخوة يعني إذا كان بطل واحد ما تشريو شوية من هنا وخلطوا شوية من هنا وشوية من هنا إذا كنت تعرفوا شي ناس كيبيعوا هذا الأرانب حاولوا ما تزوجوش الإخوة لأن زوج الإخوة شحان مواحد كيقول بالله كين عندي إنتاج ولكن مع المودة غادي يحس بالفرق غادي يقول باللي الأرانب دياله يقولوا كيخرجوا فيهم لا يصير تشوهات ما كيعتوش بزاف ديال العدد كيتلقاء الأمثة كتولد واحد تولد جوج تولد قائلة تولد تلاتة أما إلى خديثه من عند بائعين مختلفين كونوا متأكدين أن الأمور كتكون على أكمل وجهه وكتكون على ما يرام إذن هذا هو الموضوع ديالنا كمثلا أنني حاولت أن نلخص لكم المشروع في نظرة شاملة لا أخصص لكم شي حاجة أنا راهز للإشارة نجاوب لكم على اللي كومونتير ديالكم الناس اللي ما شاركوش معنا قناة غادية بالدعم ديالكم ما تنسونا بزير جيم تكيوه على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة